مرحبا حضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام انا ممكن اخد من الكلام اللي كنا منتكلم فيه قبل الفاصل على فكرة العقل وازاي ان احنا ننميه وننشطه وده هناخده من زاوية انه الدماغ دي المسؤولة عن الحالة النفسية للانسان ده مهم جدا ازاي الواحد يقدر يكون على تواصل معاه يزبط بصلتها لانه لما الانسان بيتعرض لحالة نفسية فيها ضغط ما حتى ولو لفترة استثنائية هنا ممكن تبدأ تظهر اعراض وجع في الجسد الجسد بيعبر عن انه اكنه بيخاطب صاحبه كده بيقوله ازبط حالتك النفسية انا موجوع بسبب حالتك النفسية فييجي الشخص ده يظل انه عنده مشكلة يروح يكشف فالاقي الدكتور يقوله وانفيش حاجة انت بس قلل الاسترس بنسمع دي كتير والحادة بالوقت انا بقول مش عارفين ايه الحالة عشان نقلل الاسترس بس هل الترابط ده موجود بهذا الشكل القوي خلوانا نعرف من ضيفي العزيز الدكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد دكتور برحب حركة معانا ومنور طبعا هنروح في منطقة التخصص قلول العصبي والغاليز والانتفخات والالتهابات والحاجات دي كلها بس عايز اتكلم بصفة عامة بحكم انطلاع حضرتك هل فعلا هذا الترابط قوي ما بين الحالة النفسية والمزاجية واني ممكن احس بقى وجاع في جسمي لمجرد انه مودي مش تمامي جدا طبعا يعني خلينا الاول نعرف ايه هو المرض مفهوم كلمة مرض يعني ايه يعني انا اللي هي انا مبقيتش بانتك مبقيتش بانتك دي يا اما انا عندي مشكلة في جسمي نفسها في المعدة في القلب في الواتفر يا اما انا نفسيتي مش كويسة اللي هي الوالبينج او الصحة النفسية او الراحة المزاج زي ما بيقولوا معيش عوضنا هنا بس المقاطعة عشان برضو استوضح وفي فرق ما بين الحالة النفسية والصحة النفسية ان انا مبقاش حالة المزاجية ان انا مودي وحش هو كل اللي مودي وحش يبقى عنده اكتئاب او يبقى عنده توطر لا انا مش مبسوط مش مستريح هي الكلمة بتاعي تقول لك انا قافل النهاردة محدش تكلم معي كويس هي دي انا ازاي انا اخرج وانت اللوقتي بقيت في حياة واترتها سريعة جدا جدا يعني انت اليوم اللي بيعدي عليك يكسبت ويخسرت طب اليوم بيعدي يكسبت ويخسرت يعني ايه يعني فيه ناس بتتسابق الزمن وهي دي مهمة جدا واحنا نفكر في القصة دي الطيب ايه personality نوع الاول والطيب بي الطيب ايه ده perfectionist عايز كل حاجة بالزبط كل حاجة يعني متقاسة وزيك يقول لك فيه مثل يقول لك الشطر في حاجة شطر في كل حاجة والخائب في حاجة خائب في كل حاجة يعني حضرتك راجل اعلامي ناجح لو فتحت بيزن هتبقى ناجح برضو لو ذكرت الطب وشهر تبقى ناجح انت بتدور ازاي اتجيب اعلى حاجة في كل حاجة واحد تاني هو طيب بيه ده هادي جميل يقول لك اهم حاجة راح تلبيل هو يرجع شغله من شغله ستاعة خمسة لعصري في الموبايل كويس هي دي ده اللي بيعيش حالة مزاجية افضل ده اكيد ده يعني ده هو بزبط كده هي طبيعة واحد طب ما عايش بس لك بس بمفعاش طيب ايه وبي ده الشخص اللي عايز يعمل كل حاجة اصح حاجة والتاني اللي مروع بها لو عايش مش كده هتضربتها عادي انا مالي بصبت ما ينفعش بقى لتنين بقوا مع بعض ده صحب قوي هي ده طبعة ده طبعة يعني هو طبع جدا يعني وزاك التايب ايه برسونالي ده ده اللي بيجي له مشاكل القلب ده اللي بيجي له التوترات ده اللي بيجي له القول العصبي ده اللي بيجي له السكر ده اللي هو دايما بيجي له الحاجات اللي ليها علاقة بالنفسية ان هو يبدأ يبقى استرسه متوتر والكلام ده كله تماما ده حاجة الحاجة التانية بقى اللي عندي انا النهاردة كل جسم بيرد على الاسترس بطريقة مختلفة يعني في واحد يتدايق ياكل ياكل اللي بيقول لك أنا أول ما مدايق بيأكل بيعرفش بيأكل إيه واحد تاني سكره يعلى واحد تالت قلبه واحد ضغطه يعلى واحد بطنه تشد عليه فكل جسم بيرد الاسترس بتاعه بطريقة مختلفة طبعا عيش بس نروح لحالات اكستريم شوية سمعت عنها قبل كده هل ممكن واحد يبقى بسبب الضغط النفسي يصحى من النوم يلاقي في حتة جسمه وارب مثلا عنده تيبص في عضلاته عنده التهاب في عصابه ده ممكن يحصل ممكن جدا حياة التهاب وزدي ليه بقى في ناس من كتر الاسترس بيبقى هو نايم على استرس بالليل حتى هو في الأحلام بتاعته بقى مضغوط على فكرة هو ده كده على طول قاعد يجز على سنانه قاعد شادد ضهره شادد عضلاته مخشب كده هو نايم ده حيصحى الصبح حيصحى الصبح طبعا مش مزبوط خالص يعني الدنيا بتاعته جسمه مهدود مش حلو قويس ولذلك مهم جدا حكاية النوم دي عند اول ما العيني يجي دي يبدأ يقول لي انا والله بتعب انا بيجي دي مش حبيب يقول له حاجة واحدة بس نومك اخباره ايه سأل سؤالين اول حاجة اللي احنا قولنا عشان تأكد ان هو عنده مرض ولا لأ هل انت منتظم في شغلك وبروغرسنج ولا بتترقى ماشي كويس بتروحي دراستك الكلية بتجيب نمر كسا بزبط ولا دي اول حاجة انا استبعت ان هو عنده مرض فعلي ولا دي مؤقتة زي محرطك قلت والحاجة التانية نومك عامل ايه اللي بيقلنا بنام كويس خلاص لأ دا ما عندهش استرس خلطة جميل دا بس فيفكر في حاجة تانية اكتر من الحاجات اللي علاقة بالعصب ايه اه فالتنين دول مهمين جدا ان انا اقدر اعرف لقدامي رايح نحيت ايه الحاجة التالتة بقى ان دايما الحاجات اللي علاقة بالاسترس هتلاقيها مش راجب على بعض يعني يقول لك ايه اه يقول انا مثلا لو جينا نحية القومس انا غالبا اللي بيجي له انتفاخات بي عنده امساكل حركة البطن مش مظبوطة بطيئة يقول لي مثلا انا بيجي له انتفاخات وعندي اسهال اه انا عضلاتي شدة بس انا ما بقاعد على كرسي ما بتحرك دايما هتلاقي رد الفعل غريب عن شكل المرض اللي عنده او المرض اللي بيوصفه فده غالبا بيبقى رايح بردو ناحية الاسترس ده كويش خلي بقى حضرتك باش نازم قبل ما ننهي الفقرة تقول لي الاسترس ده نخففه ازاي عشان كتير جدا تروح للدكتور حاجة موجوعة في درسك في بطنك في راسك في عضلاتك يقولك ده استرس قلل الاسترس بقاعد شو بقى تقلل الاسترس ازاي وهيبقى حده احنا قدام زي اللي يقولك خس بردو يعني بردو يعمل ايه يعني لا دي حال شوية الكلام برضو خدنا لمنطقة الجهاز الهضمي ازاي 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 استرس بقولنا بنصائح عامة للناس لا ناس انا بتحنقوش دلوقتي اه طيب حاليخ تبي في الهكرة اروح بس للجهاز الهضمي بس بعد هذا القصر القصير فارجوكم ابقوا معنا برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام طبعا اللي فاتكم انا عارف ان اللي جاي محل اهتمام ناس كتير جدا فكرة القولون العصبي او الغليز هما الاثنين واحد ولا مختلفين طيب القولون العصبي ده بنتكلم على انتفاخات امساك اسهال التهاب كل الحاجات دي هل ليه علاج ولا ملهاش وايه سببه وهل فيه اكل معين اكله ولا مكلوش ممنوع اكله عشان ما يؤديش الى هياج القولون بشكل او باخر دكتور خرش برحب بحريك معنا مرة تانية برحب يا خليص ونذهب الى التخصص حضرتك يعني تخصص الجهاز الهضمي وكبد لكن التخصص الادق قولون تماسك القولون ماذا يفعل القولون القولون يعني هي اخر حتة في الجهاز الهضمي هو ده اللي في الاخر اللي بدينا الاند بروتكت بتاعنا او الافراز الاخير الافراز الاخير كويس هو طويل جدا لو مسكنا الامعاء الدقيقة لوحدها هي 6 متر وبعد كده الامعاء الغليزة اللي هو قولون هو واخد من يمين للشمال فالدنيا لفع الامعاء الغليزة اللي هو قولون هو قولون عصبي هو برضو اللي بيقولنا عندي انتفاخ في الغليز بالزبط كويس انا دلوقتي لما باجي ابص على بطنعية اي حاجة او وظيفية هي دي اللي بقول عليها اللي احنا مسميها باللغة العامية بتاعتنا القولون العصبي كويس يعني ايه وظيفية؟ يعني وظيفية يعني ليه علاقة بحركة الامعاء يعني مفيش جوه التهاب يعني لما بخش اعمل منزار بوص لقي الدنيا طبيعية جدا يبقى انا غالبا مشكلة يوظيفية يعني ايه بقى وظيفية؟ اول حاجة خلينا نتفق على حاجة لما بنقول القولون عصبي اذا القولون هو العصبي مش ساعدتك العصبي يعني مش لازم ان حركة تعصب علشان القولي بعصب بالزبط يعني ايه يعني انا النهاردة عندي الاعصاب راحة للقورون بتقوله يا اما تتحرك يا اما توقف اه اتحرك لو انا حابد اعمل اخراج او انا في وقت الاخراج بتاع وساعة البيولوجية دلوقتي بتاعت ان انا اخش الحمام او اوقف لما انا في حياتي عادي اه اللي بيحصل في القولون العصبي ايه؟ انه بتجيله اشارة في الجزء معين يقوله انقبط واحدتها تقوله انبسط فيبقفله على بعض فيعمل العصرة تبدأ تصرح الهارموني او الرتم بتاعه مش موجود مين اللي بيلغبطه كده بقى الاعصاب مش مزبوطة زي بالزبط لما يقول ايه لما بنيجي نروح البيوت القديمة زمان نيجي نلاقي مثلا النور قاعد بيطفي وينور ويطفي وينور وايه ده بنحط استابيليزر هي دي الفكرة كلها انا عايز انظم الكهرباء اللي رايح على القولون بحيث ان هو اخراجه وحركته تبقى مزبوطة طيب من ضمن الحاجات اللي بتعملنا المشكلة دي هي العصبية او السترس كويس انا تعصبت فبدأ اتبان كده زي ما قلنا كل واحد بيرد على العصبية بتاعته بقى عرض معين من ضمن الناس بيجي لهم القولون العصب كويس بيجي لمن بقى اكتر حاجة بيجي طبعا يقولنا الـ type A personality بيجي نشوفه في البنات في فترة الجامعة مثلا فترة الكلام ده كله بنيجي نشوفه دايما بنلاقيه في فترة البناء يعني فترة الشباب اتغارات الهرمونية للجسد او اتغارات الجسدية بالضبط للشباب او الشبات بالضبط يبان اكتر حاجة طبعا ايش بس انا اقف هنا في لحظة لان حالك كل ده بنشرح لو في مشكلة وظيفية لو مش التهاب او ايه اللي ممكن يؤدي الى التهاب القولون امراض القولون بقى باردو انا رجل دكتوري قولون مش بقعد بشجي نشوف طبعا ليه وخلاص نفس انا امراض فعالية انا دلوقتي عندي التهابات المنعية في القولون عندي لاخدر لا اورامة قولون عندي حاجات كتير ممكن التهابات معاينة تصيب القولون انا ام تقول بقى ان انا دمش عصبي دي بقى مهمة جدا وده اللي احنا بنأكد مع كل الدكاتر عليها اول حاجة لو انا شفت دم مع البراسة دم معناها ان في حاجة نزفت الاخدر ورم بواسير اي حاجة بساعتها لازم نبدأ نتدخل لو انا بدأ يجيلي اسهال اكتر من اسبوعين الاسهال ما بيجي يومين تراته اكلنا حاجة مش لطيفة جالنا شوية تسامم مش عارف ايه او ضغط عصبي جديد جدا ممكن يبقى ده الترجمة بتاعته بزرط نعم انا بمجرد ما بيجي عندي اسهال اكتر من اسبوعين لازم ابدأ استكشف السبب بتاعه القولون العصبي مفيش مشاكل منه جوه قولون هي كلها مشكلة حركية نلاقي الناس اللي بيجوا عندهم اسهال مدة طويلة وعندهم نزيف مع الحمام بتاعهم ده بقينا نلاقي دلوقتي التحابات الامعاء المناعية زي مرض كرونز زي التحاب التخرحي للقولون والحاجات دي لها نظام علاجاتها بتزبيط المناعة قصة دانية خالص يمكن هم قلالين انما لازم ساعتها اقول مش دايما اميل على حتة ان ده قول العصبي بس ان انا كل ما الطب بيتطور تشخيص الامراض العصبية بيقل يعني ايه؟ يعني احنا النهاردو انا نلاقي حساسيات الاطعام بقى واحد دي يجي يقول ايه؟ انا بتنفخ عطولة امتشف نوع بيجيله حساسية من اكل زي القمح مثلا السيليك الناس كتير بقى عندهم منطقة القمح ومجرد بقلل القمح الانتفاخات بتاعتهم قلت في ناس بقى عندهم من انواع تانية من الاكل دي الحاجات برضو اللي احنا نحطها في دماء فحنا بنقعد ندور على الاسباب بعد ما نلاقي ان ما فيش سبب ونبدأ ده حاجات بعد الشكل العصبي ده موجود نقوله والله لأ انت خلق عصبي سؤال يهم الناس كلها اللي عنده قولون العصبي ده فيه سبيل للشفاء منه يعني هنا مثلا بدأ اسمع عن غسيل القولون او تنظيف القولون او انه انا هعمل دي توكس او انه لأ طب انا هقل الاكل عشان كل ما باكل بحس بالاوجاع دي فانا يبقى مش هاكل عصبي بزبط هو احنا مش بنقول طبعا شفاء تام لان هو دايما عنده استعداد ندا يجيله لو لغبط اللي احنا هنعمله دلوقتي كويس اللي مطلوب مني ان انا اخليه عايش بحياة كويسة ما بيجيوش يعني بسموه كونترولابل اللي احنا نقدر نتحكم فيه انه ما يجيش طيب فيه نقطة مهمة جدا عندي فيه لينك ما بين القولون والمخ اسمها الجات برين اكس والجات برين اكسس دي معناها ان البكتيريا اللي موجودة جوه الامعاء لو بدأت تخش في الدم هتبدأ تغيرلي الاعصاب اللي راجعة وتبدأ تلغبط للكهرباء والزيك دي بقوله ايه نحن دائما بيقول ايه المعدة بيت الداء احنا كل امراض كتير دلوقتي بقت هي مرتبطة بالبكتيريا اللي موجودة جوه المعدة بره بيبدأوا ياخدوا حاجات اللي هو بسموها البروبيوتكس دي بتعود او بتغير الكمية البكتيريا الموجودة واشكالها والتوزنات بتاعتها وبدأت تفيده وفعلا بدأت موجودة عندنا في مصر دلوقتي وبعض الحديد يعني كويش انما احنا هل غسيل القولون غسيل القولون بيبقى مفيد؟ هل غسيل القولون او تنظيف القولون او الديتوكس هما كلهم واحد؟ هجيلك في كلام اه لما البكتيريا الصديقة اللي جوه دي بتزيد بيبدأ يحصل عكس تبدأ تعملي مشاكل اللي عندنا طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ اللي بيشتكي من امساك مدة طويلة البراز بيقعد يتحوش جوه القولون فضلات بتاعته ويبدأ بعد كده ينشف ويبدأ بعد كده يزودلي البكتيريا اللي موجودة جوه فهتبدأ اي شوية سكر يأكلهم تتخمر ومطنه تتنفخ كويس انا بعمل ايه؟ ودي حاجة على فكرة مش اختراع بتاعنا ده احنا اهالينا كانوا بعملوها زماني يعني احنا كان دايما مفيش بيت لو تلاقي فيه الحوانة الشراجية مفيش بيت اللي يقولك ايه انا كل شهر بعمل شربة اه كده دايما متعلقة كده وراء اه الشربة اه الشربة بالضبط الملح الانجليزي كويس هي دي انا النهاردة لما باجي ااخد محلول ملح الانجليزي ببدأ اشربه بيبدأ يدوب الفضلات القديمة فبتبدأ التخمر جوه بطني يقل انا مشكلة لما الهوى بيزيد بيبدأ البطن تحصر على نفسه فلو انا نضفت مرة كل شهر الدنيا تختلف تماما وعلى فكرة ده بساطة مش محتاج طبيب يعني ممكن اعمل ده في البيت الملح الانجليزي خلاص كويس وبعدين احنا بنعمل كده كمان قبل ما بنجي نعمل من زرق قولون بنخسل ده فكرته ايه هو بيدوب الفضلات اللي جوه وابدأ النهاردة ادوب كل الفضلات القديمة الموجودة ترجع بعدين الواحد بحيس ان هو فاق يعني الفعل السموم دي على فكرة بتعدي للمخ فبتحس حاسن هو مجهد كده وعاديه غشاء مجرد ما بيفوق جدا بعد ما يعمل غسلة دي ده من كل بولة كل شهر الحاجة التانية ان احنا بندق ندي مطهارات تقلل كمية البكتيريا اللي موجودة جوه البطن فتبدأ تزبط للبالانس التوازن بتاع البكتيريا اللي جوه وممكن بعض الحالات بديهم البروباوتكس دي اللي هي البكتيريا النافعة بحيس ان انا بعد من المنظف بابدأ اطلع البكتيريا تاني دي رغمات الحاجة التانية بقى المهمة جدا انظم موعيد الاكل المعنى البطن بقيتش عارفة امتى تخزن وامتى تخرج وانا لو انا النهاردة بتغدى الساعة اثنين بكرة ما بتغداش بعد ما بتغدى ساعة ستة بالليل ممكن نعود اللي هو اللي كله عادت يعد طول اليوم ما بيأكلش اي حاجة ويجي ساعة تباية بالليل يوم واكل ونايم كل ده مش فاهم طب انا هستقبل امتى وخرج امتى ويسيب نفسه بقى حب حتة بتقفل وحتة بتفتح كم تقول فانظم موعيد الاكل الحاجة التالتة نوعية الاكل احنا بقيت غريبة جدا دلوقتي بقى في بيوت كتير ماشية من غير صلطة وفاكها الالياف بقى ناس كتير وبيتبعها امهات كتير جدا تيجي يتلاقي ولادهم طلعين شكلهم مفهومش نضارة شكلهم مش حلو عايشين عن المقليات عايشين عن المقليات والمكارونة بس كويس كرسة طبعا ده فيها زبا حروري مش شياكة يعني بس لأ دي دي طبعا حراب لازم احنا دلوقتي موعيد اكلنا الى حد ما تبقى مزبوطة وسبقية وبقى فيها خضار وفاكة فيها الياف وممارسة الرياضة طبعا دي بقى مهمة جدا ودايما يقول ايه مش حنقول روح الجيم اتماشى نص ساعة في اليوم النص ساعة دي من الحاجات اللي بتخرج الانتفاخات والامساس جرام ده كله عضلات البطن قولوه ما فوش عضلة هم بعتمد على عضلات البطن انها بتدوس عليه فبتساعده على الافراخ احنا عايزين نص ساعة ماشي في اليوم بعد كده المية كوباية مية كل ساعة دافية ايه لا مية عادية ساعة دافية حيط الناس بيسع صفحة كوباية مية سخنة دي لا دي مش موجودة في اي حاجة في الدنيا اه خالص اختراع اختراع جدا ايوه كوباية مية كل ساعة دي هتساعد الحركة بتاعة البطن تنظيف البطن اول باول وهتساعد بعض الحاجات تانية هتنظف الكلة وهتحسن البشرة يعني المية دي فوائدها صحيح كتيرة جدا صحيح صحيح اه بعد كده برضو النوم كويس هل لسا بنقول عليه اه فاننا نوم كويس دي هتفرق جدا والله الرشدة اللي حدتها اللي قلت عليها دي مهمة للقولون مهمة للعصاب مهمة للمخ مهمة للحركة الدورة الدموية للجسم هو ده اللي يخلي الانسان يحفظ على نفسه بشكل كبير جدا دكتور خبشد بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وان شاء الله يعني موضوع القولون العصبي ده انا متأكد فيه ناس كتير تبقى مهتمة بيه لانه انا بقول هو قافة العص اه طبع انتفاخاتها قلصات التهابات الشر بره بعيد عن الجميع يعني مشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا مشكرك مشكرك مشاهدين على طيب المتابع شوفكم الاسبوع القادم على ألف خير دمتم فأمان الله